مرحباً بالجميع أتفاعل معكم جدداً في هذا اللقاء بخصوص ما وقع يوم الأحد الماضي في مدينة الرباط جمهور كرة القدمين ينزلوا إلى أرضية الملعب ويشرعوا في رشق القوات العمومية بالحجارة شاهدوا الصورة ثم نعود لكي نحلل ونناقش ونفكك ما وقع يوم الأحد في ملعب مولي عبد الله بمدينة الرباط من الواضح أن حادث الرباط هو سلوك همجي مرفوض لا يمكن لعاقل أن يقبل به وبالتالي الهجوم على قوات العمومية بتلك البشعة تستجيب تنزيل أقصى ما يمكن من العقوبات هذا الجانب الذي ينبغي يعني الاعتراف به ودعمه ولكن هناك أسئلة أخرى ينبغي أن نتفاعل حولها وهي التي ترتبط بظاهرة العنف في حديداتها العنف في المجتمع العنف في الملاعب العنف في المدارس لماذا ظاهرة العنف بهذا الشكل تتمدد في مختلف الوسائق ومجتمعية العنف في الملاعب هو ليس ظاهرة تنتج في الملعب وإنما هو ظاهرة تنكشف في الملعب بمعنى أن السياقات إنتاجها تقع خارج المركبات الرياضية العنف في المدارس لا تنتجه المدرسة بل سياقات إنتاجه تقع خارج المدرسة بالتالي فالسؤال هنا كيف السبيل لاحتواء هذه الظاهرة كيف السبيل لتقويم السلوكات السلوكات الأفراد وامتصاص هذه الثقافة العدوانية بالتأكيد هنا نسائل مجموعة من الوسائط التنشئوية التي فشلت في أدوارها وطبعا نسائل معها المؤسسات المسؤولة عنها هل أصبحت المدرسة اليوم؟ هل باتت المدرسة اليوم؟ أو هل ما زالت المدرسة اليوم؟ تنتج القيم التي من المفروض أن توجه سلوكات الأفراد؟ هل أصبحت اليوم؟ أو هل باتت أو ما زالت الأسرة اليوم؟ تنتج القيم التي من المفروض أن توجه سلوكات الأفراد؟ هل يقوم الإعلان اليوم بدوره في مسألة التنشئة وفي مسألة تسويق القدوات والنماذج الإيجابية من أجل تربية حقيقية من أجل الانتقال بالسلوك للإنسان السلوك للأفراد من وضعية الهمجية إلى وضعية التحضور والمدنية؟ هل يعلم مواطن اليوم؟ بأن السلوكات التي نعينها باستمرار هي سلوكات في المستوى الدوني من الأدمية من المسؤول إذن؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي طرحها سياقات كثيرة تحكم هذه الظاهرة ظاهرة العنف سياق الاقتصادي حذر سياق الجماعي حذر سياق الثقافي حذر سياق الإعلامي حذر بمعنى أن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن نرمي أن نقذف بالمسؤولية على جهة مقابلة أن نعفي الجهات الأخرى اليوم الكل مسؤول وعلينا أن نتحمل جامعة المسؤولية نحن نصوق لنماذج فاشلة نصوق لتجارب فاشلة وفي المقابل نصنع وعيا نكون وعيا فاشلا ماذا ننتظر من تلميذ فاشيل في المدرسة فاشيل في البيت فاشيل في الشارع ماذا ننتظر من برامج لا تحتوي ما ينفع النشئة لا تحتوي ما يمكن أن يساهم في بلورة وعي إنساني رقي يحقق المتيدات في الواقع اليومي في الشارع ومدرسة اليوم رغم أبقى الشيكة تقوم بالدور لها نحن فاعلين تربويين نقدر نقول بأننا نكافح ونجاهد من أجل أن يبقى الحد الأبنى من المردودية ديال المدرسة لأن هناك فرق شاسع بين المعرفة والقيم المعرفة الخاليصة المرصبية بالمعارف ولكن القيم نحن نتحدث عن ترسيخ لوعي ترسيخ لثقافة ترسيخ لمعاني وهذه المعاني نحن نحتاجها في بعض المواقف وفي كثير من المواقف اليوم جمهور كرة القدم أكد بالملموس على أن هناك مؤشرات خطيرة لقادمين أخطر هل المقاربة اليوم مع بعض الحوادث هي مقاربة نجيعة وفعالة المقاربة الأمنية قد تكون فعالة في سياق ما ولكنها ليست دائما فعالة المقاربة الزجرية قد تكون فعالة في سياق ما ولكنها ليست دائما فعالة في المقابل هناك مقاربات أخرى ينبغي الاشتغال عليها هي المقاربة التنشئوية المقاربة التنموية المقاربة حقوقية المقاربة ديمقراطية علينا أن نعترف بأن القيم الإنسانية نهارت ليس فقط وطنياً وإنما عالمياً بالتالي فالرهان الحقيقي هنا هو أن نعيد اعتبار القيم الإنسانية أن نربي أن تعود للمدرسة أدوارها الحقيقية الدور التربوي الدور التنشئوي المدرسة ليست مجرد فضاء الإسمنتياً يحتوي تلاميذ وإنما المدرسة هي فضاء مفعن بالحياة ينبغي أن نعيد اعتبار المدرسة أدوارها على المستوى التربوي على المستوى الفني على المستوى الإفداعي على المستوى الحياة المدرسية بصفة عامة أنذاك يمكن أن نبني الإنسان ولن نعيد الاعتبار للمدرسة إلا بيعاد الاعتبار لكل الفاعلين من داخلها اليوم الأستاذ أصبح نكتاً ربما بالأستاذ بات أكثر احتقاراً من ذي قبل لماذا هذا الاستهداف؟ لماذا استهداف الرجل تعليم؟ لماذا استهداف المنظومة التربوية؟ شئنا أم أبينا سيبقى الأستاذ هو السبيل لإصلاح أعطاء باقي الوسائط الأخرى المدرسة هي السبيل ثم أيضاً ينبغي أن يتحلى باقي الوسائط بالمسؤولية سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي وأن يساهم كل من موقعه من أجل بناء ليس بناء العمارات ليس بناء الجدران بل بناء الوعي الوعي هو ما يمكن أن يضمن التنمية الحقيقية ما يمكن أن يضمن البنيان الحقيقي للمجتمعات كل المجتمعات التي تطورت تطورت بفعل النهوض بالتعليم بالمدرسة بالفاعلين التربويين بالأستاذ بالقدوات بإعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة بإعادة الاعتبار لأدوار الأسرة بإعادة الاعتبار لكل المؤسسات المتدخلة نحن في هذا الوطن الحبيب يؤلمون كثيراً أن نعاينة مثل هذه المشاهد مثل هذه الصور لأنها تخدش صورتنا فعلاً ولأنها تعرقل أحلامنا وتعرقل آمالنا وتعرقل فعلاً هذه الصيرورة التي نحلم وننشدها وبالتالي فينبغي علينا أن نتحمل المسؤولية وأن نعيد الاعتبار للمسألة القيمية للمسألة الأخلاقية للمسألة التنشئوية للمسألة التربوية أن ذات يمكن أن يتحقق هذا الانتداد بين التنشئة وتصريف المواقف الأفراد في الحياة اليومية لأن كرة القدم ما هي إلا فرصة يستغلها الكثيرون من أجل تنفيذ عن رقبات مكبوتة قد يتعلق الأمر بعنف يمارس على الجمهور من نوع آخر قد يتعلق الأمر بمكبوتات صنعتها سياقات اجتماعية اقتصادية معينة وبالتالي فينبغي للمعالجة أن تكون معالجة شمولية معالجة تراعي كل هذه النقطة التي أتينا على ذكرها ويمكن أن نحقق أنذاك النجاعة والفعالية المرجوتين وإلى لقاء في حلقة مقبلة